مرحبا، يعني اليوم الواحد مش عارف يحكي عن الحدث الأسرع ولا يحكي عن قضية أكبر ولكن ما بقدر اليوم الواحد يتجاوز الكورونا مش المرض والفيروس اللي يعني الحكومة بتتعامل معنا فيه كأنه منتجها وكأنها خايفة هذا وباع عالمي، أنا بحكي عن كورونا الطاقة إذا كان في كورونا زي الإنفلونزا قابلينا بس كورونا الطاقة اللي لا لا مش قادرين لا لقين الهدواء ترزين كورونا لا الهدواء ولا الهعلاج ولا الهاشي اليوم بالضبط سعر برميل النفط قد سعر تنكة البنزين في الأردور تخيلوا هالمسخرة بالضبط تنكة البنزين بحق سعر برميل النفط ومع ذلك لا حكومة حاكية لا هيئة الطاقة حاكية لا لجلة تسعير مش طقات حاكية اليوم انت بتأخذ 37 جرش على لتر البنزين اليوم حق لتر البنزين 37 جرش ونص يعني ضريبة الحكومة قد حق اللتر وين صارت هاي بأي بلد بالواق واق هاي لو تيجي تقول للناس يا عمي ضريبة الدولة قد سعر المنتج هذا كفر 100% حتى أكون دقيق 37 جرش ونص 37 جرش هذا في عاقل بقول بدي استثمار وبيدي سياحة وبيدي سياحة علاجية وبيدي الناس تجيني بيهيك أسعار استراتيجية الطاقة للآن في غرفة رئيس الوزراء من شهر ما طلعت حتى نقدر نحكي حتى نقدر نناقش هل لدينا استراتيجية طاقة ولا معناش استراتيجية طاقة إذا معناش قلونا إحنا يبدو إنه بملف الطاقة بنشتغل قطاعي بنسح الصباح يا رب وبنمشي ولكن هذا العبئ اللي تحملوا المواطن مين بديوا يعودوا إياه فواتين الكهربا حكينا وحكينا وحكينا وطلع التوصية برلمانية طبعا التوصية عشان النواب ما يضحكوا علينا التوصية غير ملزمة لا غير ملزمة للحكومة ولا الحكومة بتقدر تلزم أيضا شركة الكهربا يعني بنا نادي شركة الكهربا حكوا علينا بوسة لحي من هون بوسة لحي من هون تخيلوا كيف بنا نمشي حياتنا هيئة الطاقة لا تمتلك إجبار شركة الكهربا على الالتزام هذا الملف النووي هذا الملف اللي حكوا لنا عنه ومبارح بتزيد الطين بلع بقول لك 350 مليون قرد عشان نحسن الطاقة في الأردن ما أنتوا قاعدين تتفلتوا بنا نبيع لسوريا بنا نبيع للبنان بنا نبيع لفلسطين طيب هذا الفائض لسه بدك 350 مليون فوق الخمسة مليار ديون اتحملني كمان علشان إيش عشان تتجاوز عثرات الاتفاقيات السابقة مظبوط وقعتوا على 12 قرش في لحظة صعبة بس بعدها الأسعار نزلت لأن القدرة على التخزين أحسن يعني اليوم بصراحة إذا بنقول لشركة الكهرباء التي تدعي اللي هي الرياح والمتجدد إذا بنقول لي عمي بتربح 3 قروش في الكيلو هاي 3 قروش تشتغلش طفي وبنجيب الشركة العروض الجديدة اللي هي بقرش ونص أو قرش و7 فلسط قرش و7 فلسط و3 قروش هاي 4 قروش شلب أنتوا أقل سعر من واحد ل160 كيلو وات كيلو ب3 فلسط ونص من 160 كيلو ل300 كيلو 700 فلسط يعني بنربح والكهرباء وبنعطي الناس التزاماتنا يعني بنتفعلهم قروش وبنضل أربح لأنه الآن التخزين كلفته انخفضت والقدرة زادت كل هذا الملف لمجعله واضح أنه يستهدف جيوب الأردنيين يستهدف أنت ثبتت الضريب يا أخي اقنعنا آمننا على راسي ثبتت الضريب طيب خيننا نتحرك بالأسعار العالمية اللي عم تنزل برميلي برينت 32 دولار وليسة بكرة بنزل الجزء يصير 25 طيب ما بدك تحرك ما بدك تستعجل ما بدك تحل هذا الملف خد لقروش بس ما تطعمنيش للشركات ما تطعمنيش لعقودك الفاشلة ما تطعمنيش لاتفاقياتك اللي حتى اللحظة مش عارف تخرج منها هذا الملف إذا ما نحل خلال فترة سريعة أنا بعتقد إحنا رايحين إلى صدام مجتمعي ومواجهة مجتمعية لا أحد يستطيع أن يحدد حجم الأطرار يعطيكم الهافي بيودو مع عمر كلاب اشتركوا في القناة